يا شكرا آل البيت قالوا إن الإمام المهدي فيه سنة من موسى موسى عليه السلام ولد بعد استعباد آل فرعون لبني إسرائيل بني إسرائيل استعبدوا أو آل فرعون استعبدوا بني إسرائيل ومن بعد ذلك ولد موسى عليه السلام طبعا فقتلوا رجالهم يعني آل فرعون قتلوا رجال بني إسرائيل واستحيوا نساءهم كما ذكر القرآن ذلك في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وغير ذلك إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا إلى آخر الآية وهنا ولد المخلص وهكذا الأمر مع الإمام المهدي عن جل الله تعالى فرجه الشريف ولد بعدما طغى بن العباس وملأوا الأرض ظلما وجورا وفسادا وقتلا وهتكا للحرمات وشربا للخامر وإلى آخره فولد المخلص اللي هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا كما استضعف بنو إسرائيل فولد موسى عليه السلام وهكذا الأمر مع المسلمين هناك من استضعفهم وهم بنو أمية بنو العباس الطواغيت الأوائل الأواخر ما بين الأوائل والأواخر إلى غير ذلك فولد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ولهذا القرآن يقول ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وهذه سنة إلهية مع المصلحين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا والإمام لا يظهر حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا كما حدث الأمر مع موسى عليه السلام ولادة موسى عليه السلام لما ولد من بعد ذلك كانت محاطة بالغيبة والسرية والخفاء غيبة يعني سرية موجودة لكنها في السر والخفاء مو ما موجودة ولهذا قلت الغيبة في مقابل الظهور وليست في مقابل الحضور موجودة ولكن تعمل هذا معنى الغائب هذا معنى الغيبة مفهوم الغيبة هو موجود ولكن يعمل بخفاء هوية بغيبة هوية بغيبة شخصية بغيبة مقام بعد ذلك ولد موسى بخفاء بغيبة بسرية باعتبار حتى أم موسى ما كان ظاهر عليها علامات الحمل لأن فرعون كان يقتل النساء الحوامل ويقتل ما في بطونهم ولهذا أم موسى لم تكن حتى آثار الحمل ظاهر عليها يعني شنو؟ يعني الحمل كان غائبا موجود هو موجود لكن غائب أكو سرية وخفاء وهكذا الأمر مع الإمام المهدي هذا نوع من أنواع سمه غيبة الحمل ما المانع؟ وانا ليش كان في الموضوع؟ ولد بسرية آثار الحمل لم تكن ظاهرة على أم موسى وهكذا السيدة نرجس باعتبار بني العباس كانوا يبحثون عن الإمام المهدي فكان حمله بغيبة وخفاء وسرية وهكذا الأمر مع موسى النبي عليه السلام اشتركوا في القناة